خديجة هناك عناصر هامة جدا تجمع هذه الوحدات اللامركزية من جماعات ترابية إلى جهات وغيرها مع المدرسة مع الجامعة مع المنظومة التربوية ككل أعتقد بأن فيها مفاهيم واضحة هي شراكة مبنية على مصادر للتمويل وهذا التمويل يؤدي بنا إلى عمل ولكن في ظل هذه الهيكلة يكون هناك ما قال وأشار له الأستاذ أمين وفيه خصاص كبير هو التشاور هناك مستجدات هناك مطالب ملحة هناك أولويات ترسل داخل الجامعة المدرسة إلى غير ذلك هل بالفعل اليوم لدينا مجالس منتخبة مستوعبة للقوانين المنظمة وللأهداف التي سطرت وكتبت من أجلها هذه القوانين ما أننا فقط نضع نص قانوني ونترك التطبيق بناء على دعم مالي يعطى في كثير من الأحيان على أنه مننا أو صدقة كما تفضلتم أستاذ نوفر المشكلة الأعمق بكثير وأكبر بكثير ومتشابك إذا أردنا نتكلم عن إصلاح منظومة التعليم نعم يخصي يكون إصلاح شامل نطلاقا ماشي من التعليم الابتدائي ولكن من التعليم ما قبل المرحلة النظامية بمعنى أن نتكلم على خيش روض الأطفال وصلنا إلى التعليم العالي إلى غير ذلك نعم هنا فش نتكلم على المجالس الجهوية كما قلنا أستاذ نوفر باعتبارها قاطرة أساسية لتحقيق التنمية وقلنا بأنها تتمتع على مستوى التدبير بمبدأين أساسيين تفضلتم وأشارتم إليها مبدأ التفريع ومبدأ التدبير الحر هنا ستتوقف عند مبدأ التدبير الحر ومبدأ التدبير الحر بمعنى أن الجهة تملك الصلاحيات على مستوى تقرير وتنفيذ برامجها ومخططاتها التنموية وتتبعها إلى غير ذلك وتملك استقلال نسبيا وليس مطلقا ماليا وإداريا وبالتالي مبدأ التدبير الحر لا يمكن أن ينزل فعليا إلا بأن المجالس الجهوية يجب أن تحترم مجموعة من القواعد العامة على رأسها تأتي استمرارية المرافق العمومية توفير الخدمات والأهم كما تفضلتم إلى حضور الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم وملتزم في الاجتماعات المجالس الجهوية إذن نعم هاتش كل مبادئ عامة يجب تنزيلها ولكن إلى ما الطبقات يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة بمعنى معالجة هذه الاختلالات ومعالجة النواقص عن طريق القاضى وإلا لن يكون هناك حل سوف ندوره في حلقات مفرغة وعوض ما تكون الجهة إلى جانب الجامعة مؤسسات تساهم في خلق التنمية سوف تصبح مؤسسة تعمل على العرقلة وعلى الرجوع إلى الخلف عوضة التقدم إلى الأمن فبالتالي الطريق الأنسب هو معالجة الاختلالات عن طريق القاضى الأشخاص الذين لا يتحملون مسؤوليتهم يجب أن يتعرضوا للعقاب وإلا لن يكون هناك مدخل أساسي للإصلاح لأن القوانين موجودة كل شيء موجود ولكن التفعيل هو الذي يكون فيه الخلال أستاذ نوفل يمكن نقطة مهمة كذلك تطرقتم إليها فشان تكلموا على الإكرهات القبرى التي تعاني منها الجامعة في المغرب يمكن تكلمنا على عدد الأساتدات تكلمنا على الطاقة الاستيعابية التوزيع اللامتكافئ للأساتدات على مستوى الجهات يمكن مجموعة من جهاتها التي تتصدر عدد أكبر من الأساتدات تتكلموا تباعاً الدار البيضاء الريباط فاس مكناس وكانين جامعات أخرى تعاني من اكتيضات ولكن عدد الأساتدات قليل جداً وأكبر دليل هو الأزمات التي تتعرفها جامعة أقادير جل إبن زهر ومولي إسماعيل في مكناس وكان نقطة مهمة إلينا كنا نتكلموا على إصلاح منظومة التعليم أستاذ نوفل عندنا آفة كبرى وهي خوصصة التعليم أصبحنا نتكلم عن ما يسمى بتعليم النخبة وتعليم الطبقات العادية وهذا يضرب في العمق في الدستور التي تتكلم على مبدأ تكافؤ الفورس وإلا كنا نتكلموا على إصلاح تعليم أستاذ نوفل وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كذلك يجب إعادة الاعتبار حتى للمؤسسات الجامعية العمومية